قل لي بقى يعني فيه تفاهم كده في الاختيارات ولا حضرتك لما بتقول يعني فنان شاعر وملحن مش مصلا شاعر بس أو ملاحن بس لا الفنان شامل بتحس انه لا ده الأنسب لك أصلا ما فيش حد يحس بيها قدي لأن احنا المعيشة مع بعض عارف هي بتقول ايه وإيه اللي نجحها وإيه اللي فيها من زمان يعني احنا من زمان بقالنا مدة كبيرة جدا متجاوزين فطبعا معاها على طول في الناحية الفنية وأنا أصلا فنان بطبي أنا أنا ممثل وملحن ومؤلف كل حاجة غير الشرطة دي على جنب بس فطبعا لازم لازم أن أساعدها يعني كل المؤلفين وملاحنين يقول لها أغني بقى اللون اللي هو اللي هو العاطفي اللون الكواس انت صوتك حلو جدا وجميل وبتاع أنا قلت لها لا ما تسبيش اللون بتاعك أبدا اللون الشعبي الجميل ده هو لايء على صوتك وحلو جدا يعني عمركم اختلفته على لو قال لي ما فيش لا انت بيت نفسي حد ولا حد بنفسي خليك في لونك ليه نقف طبور غيرنا ما احنا طبورنا ده حلو وفاضي نفضل فيه على طول فبتدنا بقى ان احنا نعمل ندور على الحاجات الحلوة اللي تعمل فاهمين فبقى كل ما لاقي حاجة كويسة أعمل أعملها لها لغاية لما عملنا كم من الأغاني لها تلحيني وتأليفي وكده والحمد لله نجح نجح كويس جدا طب حضرتك بقى فعلا ما حستيش في لحظة كده لأ نفسك تغني عاطفي نفسك تغني لون مختلف والتي تعمل اخناعة في البيت ومن فيهش لعلم ساعدك ما فيش حاجة ما غنتها لا يا غنت يعني لحل الشيخ الملاحل الأستاذ أحمد صدقي دكتور جمال سلامة الأستاذ محمد الموجي الأستاذ سيد مكاوي الأستاذ بلق حمدي يعني رصيدك 800 أغنية الأستاذ إبراهيم رجب أستاذ إبراهيم رقف أكتر من 800 أغنية النقيب المسقين سابقا الأستاذ مونير الوسيمي الأستاذ سيد مكاوي يعني أقول ساعدتك الأستاذ محمود الشريف يعني لأ قلت إن أنا نسي حد يبقى يعني يعذرني عشان ده بالنسبة لي كان رصيد مشارك موجي مين ملحن لكيش موجي مين ملحن لكيش موجي مين ملحن لكيش موجي مين ملحن لكيش وكان ربنا راضي عني يعني الأستاذ أحمد صدقي عمالي أنا مصرية من سيناء أنا فاطمة العراشية في ليلة فرحي من زي وكل حبيب حوالي ترجمة نانسي قنقر